الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا بسم الله الرحمن الرحيم نتدارس اليوم الصفحة الخمسين بعد المئة من المصحف الشريء يقول الله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أي هل ينتظرون إذ صدفوا وأعرضوا عن آيات الله تعالى إلا أن تأتيهم الملائكة أي عند الموت لقبض أرواحهم أو يأتي ربك في يوم الفصل ليحكم بينهم أو يأتي بعض آيات ربك وهو طلوع الشمس من مغربها كما دلت على ذلك السنة يوم يأتي بعض آيات ربك أي يوم تطلع الشمس من مغربها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أي لم تكن آمنت بالله تعالى وآياته من قبل طلوع الشمس إن كانت كافرة قبل ذلك أو كسبت في إيمانها خيرا إن كانت مؤمنا قل انتظروا إنا منتظرون أي انتظروا ما تريدونه أن يأتي إنا منتظرون ما ذكر إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا وفي قراءة إن الذين فارقوا دينهم من بعد ما جاءتهم البينات وكانوا شيعا أي فرقا وأحزابا لست منهم في شيء أي لست منهم يا نبينا في شيء من تفرقهم إنما أمرهم إلى الله أي إنما جزاؤهم إلى الله ثم ينبئهم أي يخبرهم بما كانوا يفعلون بالذي كانوا يفعلون من جاء بالحسنة الواحدة فله عشر أمثالها له من الثواب عشر حسنات أمثالها ومن جاء بالسيئة أي الواحدة فلا يجزى إلا مثلها دون زيادة وهم لا يظلمون أي في أي عمل صالح عملوه وهذا من رأفة الله تعالى ورحمته بعباده قل إنني أي قل يا نبينا إنني هداني ربي أي أرشدني ربي إلى صراط مستقيم وهو دين الإسلام دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة وفي كراءة دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة وملة هاغنى بدل من ديلا حنيفة أي مائلا إلى الحق وما كان من المشركين وفي هذا إشارة إلى أصول الدين وفيه رد على المشركين قل إن صلاتي أي قل يا نبينا إن صلاتي كل صلاة ونسكي أي حجي ومحياي أي وحياتي ومماتي أي موتي لله رب العالمين وفي هذا إشارة إلى فروع الدين والعالمون هم الخلق كلهم لا شريك له أي في ذلك كله وبذلك أمرت أي وبما تقدم أمرت وأنا أول المسلمين أي المقادين من هذه الأمة قل أغير الله أبغي ربا قل يا نبينا أغير الله أبغي ربا والاستفهام للإنكار أي أبغي غير ربي وهو رب كل شيء ومن ذلك معبوداتكم ولا تكسبوا كل نفس إلا عليها أي لا تآخذوا إلا هي ولا تزروا وازرة وزر أخرى أي لا تحملوا نفس آثمة إثم نفس أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم أي يوم القيامة فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون أي فيخبركم بالذي كنتم فيه تختلفون في الدنيا من أمر الدين وهو الذي جعلكم خلائف الأرض وهو سبحانه الذي صيركم خلائف الأرض تخلفون الأمم الماضية ورفع بعضكم فوق بعض درجات رفع بعضكم فوق بعض في الجاه والرزق والقوة والعلم والعقل والحسن وغير ذلك ليبلوكم فيما آتاكم أي ليختبركم كما قال الله تعالى في سورة الفرقان وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا فيما آتاكم في الذي أعطاكم إن ربك سريع العقاب أي لأعداء دينه وإنه لغفور رحيم لأوليائه وبهذا يكون انتهى الكلام عن هذه الصفحة أما الأسئلة هنا سؤال عن قول الله تعالى لم تكن آمنت من قوله أو كسبت في إيمانها خيرا ما القول الأعدل في تفسير هذه الآية وكما ذكرنا لأن هذه الآية محل إشكال أو هذه الجملة محل إشكال والمفسرون بعضهم طرب عند هذه الآية المراد لا ينفع إيمان من يؤمن حينها من الكفار ولا طاعة من يطير كأنه قال لا ينفع نفسا إيمانها ولا نفسا كسبت حينها خيرا هذا أحسن ما يزيل الإشكال في هذا التقسيم وللمفسرين في أقوال مضطربة كما ذكرنا سؤال آخر عن نفذ قيما هل هو جمع لا هو ليس جمعا هو مثل الصغر والكبر هو على وزن فعل قيم على وزن فعل كصغر وكبر المراد المستقيم دينا قيما أي مستقيما سؤال أخير هناك من طعن في قراءة ورش ومحيايا طبعا ورش قراءة ومحيايا ومماتي هكذا بالإسكان في حالة الوصل والطعن ليس له وجه لأن اللغة العربية واسعة وتوجيه هذا مفصل في التفاسير أيضا وفي كتب النحو وهناك قاعدة عند النحويين وهو أنه يجوز أن يجرى الوصل مجرى الوقف أن يجرى الوصل مجرى الوقف كما قال ابن مالك وربما أعطي لفظ الوصل ما للوقف نثرا وفشاء منتظما فهنا جعلها كأنه جعل هذه الكلمة كأنه وقف عليها ثم بعد ذلك وصل وهذا جائز وسائق وإن كان ليس بكثير في النصر وربنا أعلم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر